السلام عليكم ازايكم في الفيديو ده هنتعرف على خطة الطوارئ الوضاع ليفربول تحسبا لرحيل صلاح لنادي التحاد جدة السعود ومن الواضح ان الحكاية قربت خلاص كل التفاصيل في الفيديو ده تابع معايا للنهاية ولكن في البداية انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا ونرجع لموضوعنا مرة تانية مسؤولين نادي ليفربول حددوا خطة الطوارئ تحسبا لرحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الريدس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقالت قناة الرياضة السعودية ان النجم محمد صلاح سيخود اخر مباراة له بقميص ليفربول قدام نيو كاسل يونايتد مساء اليوم 27.08.2023 قبل ما يتوجه لدبي للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه لنادي التحاد جدة السعود ادارة ليفربول من ناحيةها حددت خطة كنوع من الطوارئ لتعويض محمد صلاح المحتمل للتحاد جدة السعود بعد مباراة نيو كاسل ادارة ليفربول حاليا بتفكر في ضم البرتغالي جواو فيليكس المنبوز في قتلتكو مدريد لتعويض رحيل صلاح للتحاد جدة السعود ولان كمان جواو فيليكس انهى فترة اعارته مع تشيلسي في الجزء الثاني من الموسم اللي فات وقعد لقتلتكو مدريد ولكن علاقته المتوترة مع ديجي سيوميوني وضعته خارج حساباته في الموسم الجاري 2023-2014 وكمان من ضمن الخطة ان ادارة ليفربول تفسروا عن امكانية التعاقد مع رايان جرابون فيتش لعب الباير لالاخر ايام سوء الانتقالات الصيفية ومن الواضح كده ان دي الايام الاخيرة لصلاح مع الليفر وكمان نقدر نقول انه صلاح شبه رسميا في التحاد جدة السعود خلال ايام قليلة جدا جدا اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم وفي النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا وشكرا للجميع